بسم الله الرحمن الرحيم موضوع محضرتنا النهاردة هو الفلتر لو عندي تيبل في مجموعة من البيانات وعايز اعمل ريبورت يخص بيانات محددة فمن الريبون داتا اختار فلتر فتتظهر لي مجموعة من الاسهم على كل كولمز من الكولمز ده في داخل الكولمز ده مجموعة البيانات اللي تخص الكولم ده فاختيار ايتمز هختار مثلا البيانات اللي تخص الـ C وقوله اوكي فالـ item C فقط لغير هو اللي ظاهر طب انا اعايز البيانات اللي تخص الـ item B اقوله اوكي يظهر لي البيانات اللي تخص الـ item B لو انا عندي اختيارات اخرى وليكن filtrations على sales ماشي هختار من number filter sales اللي equal حاجة محددة او doesn't equal حاجة محددة equal معناها يساوي doesn't equal معناها لا يتساوي اكبر من greater than greater than or equal اكبر من او تساوي حاجة محددة وهكذا وهكذا فمثلا انا هختار greater than or equal ولتكن المية وقول اوكي ففقط لا غير الفلتر بتاعي يظهر لي ال items greater than or equal مية يبا مية فما اعلم من الاختيار number filter وليكن هختار between المية والمية وعشرة فازهر لي ال between المية والمية وعشرة وهكذا من اختيار filter هيزهر لي كل البيانات مرة تانية ولغالي الفلتر الفلتر هو لو انا محتاج اختار مجموعة من البيانات والبيانات دي اتعايز اعمل لها نسخة في مكان اخر وليكن انا اختار ان انا هعمل filter على فبحدد بتاعتي اللي انا هعمل عليها المحددة وليكن هنختار ان تبقى اللي انا عايزة تظهر فقط لغير وعايزة تظهر البيانات وليكن البيانات بتاعتي هزهرها من عند آآ بي آآ وآ رو دقم تسعتاشر اختار filter advanced filter احدد ال اختار اللي هو مبنى عليها ال الداة بتاعتي وهي بالفعل من الى دي تلاتاشر اختار الكريتيريا بتاعتي والكريتيريا بتاعتي اختارها item c اختار المكان اللي هتنسخ اليها هتنسخ لها الداة بتاعتي وليكن انا اختار c سعتاشر واقول له ك ففي اللحظة ديت هزهر اللي البيانات او هيعمل لي نسخة من البيانات اللي تخص ال item c لو انا اختار ال item بدل item c هختار واختار واختار اختار من كوبي فلتر هتبقى محدداتها تقريبا هي نفس المحددات السابقة الرينج الرينج كريتيريا رينج اوكي الكوبي بسي تسعتاشر وكذا اقول له اوكي على كده يبقى يظهر لي البيانات اللي تخص ال item ويلغي لي البيانات اللي تخص في الكريتيريا السابقة نقطة جميلة اوي لو انا اخترت ان انا هستخدم ال كوبي داتا ديت هنقلها ل شيت اتنين فانا اختار وليكن اللي تخص معين واروح على شيت اتنين وحط الكريتيريا بتاعتي وليكن انا عايزها اكبر من المية وعشرين فنعيد ال advanced filter مرة اخرى هو advanced filter هيسألني ال كوبي الى اختار الاختيار الاخر هو اختار ال data بتاعتي من شيت وان واختار ال بتاعي اختار الكريتيريا اختار السيلز اللي هي هو الكريتيريا اكبر من مية وعشرين واختار المكان وليكن انا هحدد المكان بتاعي من بي سبعة ووله اوكي على كده هيجيب لكل الايتمز اللي فيها السيلز اكبر من مية وعشرين مية اشترك اشترك اشتركوا في القناة